اعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري تسجيل زيادة تقدر بتسعة وعشرين بالمئة في حجم التداول العقاري في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي كما اعلن الجهاز أن عدد معاملات التسجيل التي اجراها ارتفعت بنسبة تسعة بالمئة مقارنة مع العام الماضي في خضم ما يشهده القطاع العقاري من تطور ملحوظ نتيجة براعة السياسات الحكومية التي ترفد هذا المجال بجملة من الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق النجاحات وإحداث الانعكاسات الإيجابية المرجوة تأتي حصيلة الأرقام مبشرة لتطرح نفسها وتقدم ما في جعبتها من بيانات لم تكن لتصبح واقعا لولا وجود القوانين والأنظمة الجديدة المؤطرة لعمل القطاع إلى جانب الدعم والتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة تجاه الشركات العقارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وحتى الناشئة بالقدر الذي يكفل خلق بيئة تنافسية استثمارية صحية بعض تلك الأرقام جاءت عبر ما أعلن عنه جهاز المساحة والتسجيل العقاري بحصول زيادة تقدر بتسعة وعشرين في المائة سكنت حجم التداول العقاري في الربع الأول من العام الحالي والتي تقدر ماليا بما ينوف على مائتين وثلاثة وتسعين مليونا وثلاثمائة وأربعين ألف دينار بحريني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ حجم التداول فيه ما يزيد على مائتين وستة وعشرين مليونا وستمائة وخمسة وسبعين ألف دينار بحريني ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد فلمعاملات التسجيل نصيب مما أفصح عنه جهاز المساحة والتسجيل العقاري إذ وصلت عدد معاملات التسجيل التي أجراها الجهاز خلال الربع الأول من هذا العام إلى حوالي ستة آلاف ومائتين واثنتين وعشرين معاملة لتزيد عن العام الماضي بنسبة تسعة في المائة ترجمة نانسي قنقر